السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة العلم والحمد لله على كل نعمة أنعم الله بها علينا والصلاة والسلام على الرسول الأمين وآله وصحبه أجمعين حياكم الله يا أبناء الطلاب أهلا ومرحبا بطلاب وطالبات العلمي والجد في الصف الخامس الابتدائي في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ودرسنا اليوم إثراءات واحد فحياكم الله يا أبناء الطلاب مرة معنا بارك الله فيكم هذا الدرس وهو ماذا؟ المرتبة الثانية الإيمان ومرة معنا بارك الله فيكم أن مراتب الدين هيا أبنائي مراتب الدين أحسنتم ثلاثة ما هي المرتبة الأولى؟ هيا أبنائي أحسنتم الإسلام المرتبة الثانية أحسنتم الإيمان وهو ما سوف نأخذه ونقوم بتوضيحه في هذا الدرس ومرة معنا كذلكم أن المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان أحسنتم يا أبنائي نأتي الآن إلى أركان الإيمان فأركان الإيمان يا أبنائي ستة هي أن تؤمن بالله هذا الركن الأول الركن الثاني بارك الله فيكم الإيمان بالملائكة أحسنتم وكتبه الإيمان بالكتب ورسله الإيمان بالرسل واليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر وأتؤمن بالقدر خيره وشره فإذن فإذن يا أبنائي بارك الله فيكم الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره فإذن أركان الإيمان كم يا أبنائي ستة أركان المجموع ستة أركان نأتي الآن إلى الدليل على أركان الإيمان في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم من قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فإذن في هذه الآية ذكر الله عز وجل الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين طيب ما دليل الإيمان بالقدر خيره وشره في قوله تعالى الآن سوف نستمع إلى هذه الآية إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرُ مرة معنا كذلكم معاني أركان الإيمان فنحرص بارك الله فيكم دائما على تقوية إيماني ومن ذلكم بفعل الطاعات واجتناب المعاصي فالمؤمن يحرص على ماذا؟ فعل الخيرات كما قال الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات فيحرص المسلم على فعل الطاعات واجتناب المعاصي نأتي الآن إلى الركن الأول وهو ماذا؟ الإيمان بالله عز وجل ومعناه نؤمن بالله ربا خالقا مالكا مدبرا لهذا الكون وكذلكم نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود سبحانه لا شريك له وكذلكم نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا نأتي الآن إلى الركن الثاني بارك الله فيكم الإيمان بالملائكة نؤمن بوجود الملائكة وأنهم كثيرون لا يحصيهم إلا الله لا يحصي عدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى خالقهم نؤمن بما علمنا من أسمائهم مثل جبريل عليه السلام وميكائيل وكذلكم نؤمن بما علمنا من صفاتهم مثل أن لهم أجنحة ونؤمن بما علمنا من أعمالهم مثل النزول بالوحي والذي وكل الله سبحانه وتعالى به جبريل عليه السلام نأتي الآن إلى الركن الثالث الإيمان بالكتب نؤمن أن هذه الكتب نزلت من عند الله وأن الله تكلم بها كذلكم نؤمن بما علمنا من أسمائها مثل القرآن أحسنتم والتوراة والإنجيل نعمل بأحكام القرآن الذي حفظه الله سبحانه وتعالى من التحريف والتبديل والنقص نأتي الآن إلى الركن الرابع الإيمان بالرسل نؤمن بأن الله هو الذي أرسلهم كذلكم نؤمن بما علمنا من أسمائهم كمحمد وعيسى وموسى كذلكم نؤمن بأنهم صادقون وأنهم بلغوا جميعا ما أرسلهم الله به سبحانه وتعالى نعمل بشرع من أرسل إلينا منهم من أحسنتم وهو النبي والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبينا ورسولنا نأتي الآن إلى الركن الخامس يا أبناء الطلاب بارك الله فيكم الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر نؤمن بما يكون بعد الموت مما ثبت في الأدلة مثل يا أبناء الطلاب البعث بعد الموت حيث يبعث الله سبحانه وتعالى الخلق جميعا أولهم وآخرهم فيخرجون من قبورهم إلى أرض المحشر كذلكم الجزاء والحساب حيث يحاسب الناس حيث يحاسب الناس على أعمالهم إن كانت خيرا فسيكون هناك خير لهم وهو الجنة وإن كانت هذه الأعمال سيئة وسوء فلهم العقوبة من الله سبحانه وتعالى بعدله ورحمته وحكمته كذلكم الجنة وأنها دار النعيم أعدها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين النار وأنها دار العذاب الأليم أعدها الله سبحانه وتعالى للمكذبين ناتى الآن إلى الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره نؤمن أن كل شيء في هذا الكون من خير أو شر فهو بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ناتى الآن إلى المرتبة الثالثة يا أبناء الطلاب بارك الله فيكم ما هو الإحسان هيا يا أبناء الطلاب أحسن الله إليكم ما هو الإحسان هيا يا أبنائي ما هو الإحسان أحسنتم عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه وهذا يا أبنائي بارك الله فيكم مقام عال وهو مقام المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فأنت إن لم تكن تراه الله سبحانه وتعالى فتعلم بأن الله سبحانه وتعالى يراك فإن من أسماء الله السميع وكذلك البصير نأتي الآن إلى دليل الإحسان الدليل على الإحسان في هذه الآية العظيمة نستمع لها الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فإذن يا أبنائي بارك الله فيكم الذي يراك حين تقوم فالله سبحانه وتعالى كما ذكرنا سميع بصير نأتي الآن إلى أركان الإحسان أم هو ركن واحد أحسنتم هو ركن واحد فركن الإحسان للإحسان ركن واحد هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإنه يراك نأتي الآن إلى فوائد الإحسان أولا بارك الله فيكم إخلاص العبادة لله عز وجل إذا استشعر المسلم واستحضر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه فإنه ماذا سيسعى أن تكون أعماله خالصة لله سبحانه وتعالى لأن الله مطلع عليه فالمحسن يتصدق على الفقير راجيا ماذا الرضا من الله سبحانه وتعالى والثواب والأجر كذلكم يا أبناء إتقان العبادة وتحسينها وإكمالها فالمسلم يتقن هذه العبادة ويكمل هذه العبادة لماذا لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه كذلكم فالمحسن يخشع في صلاته ويطمئن فيها كذلكم يا أبناء من فوائد الإحسان مراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف والحياء منه تعالى وذلك يقود إلى فعل الواجبات مثل الصلاة والزكاة وبر الوالدين وحسن الخلق وترك المحرمات مثل الكذب والسرقة والغش وسوء الخلق نأتي الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتعلمون يا أبنائي بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى معظم حياته وجل حياته أين؟ في مكة ثم انتقل بعد ذلكم إلى المدينة المنورة فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة وكانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كذلكم في مكة أحسنتم فإذا نأت الآن إلى اسمه ونسبه صلى الله عليه وسلم فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذا الاسم يا أبناء الطلاب يجب أن نحفظه جيدا فهو اسم ونسب من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم طيب نأت الآن إلى والد النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي نأت الآن إلى والدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ووالد ووالدة النبي صلى الله عليه وسلم يلتقون في كلاب بن مرة نأت الآن إلى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مولده أين يا أبناء بارك الله فيكم في مكة المكرمة شرفها الله في عام الفيل وهو العام الذي غزى فيه الحبشة مكة لهدم الكعبة إذن يا أبنائي أين كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في عام الفيل وهو العام الذي غزى فيه الحبشة مكة لهدم الكعبة شرفها الله سبحانه وتعالى نات الآن إلى موت أبيه صلى الله عليه وسلم مات أبوه صلى الله عليه وسلم وهو جنين في بطن أمه فالنبي صلى الله عليه وسلم يتيم وهو جنين في بطن أمه فقام جده عبد المطلب به ماذا؟ بالاهتمام وكذلك الرعاية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وتربية النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات جده عبد المطلب تولى أمره من عمه أبو طالب فكان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نأتي الآن إلى صفاته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان قوم النبي صلى الله عليه وسلم يصفونه قبل بعثته بصفات حميدة المقصود يا أبناء بالبعثة ما المقصود أحسنتم أحسنتم رائعون أي قبل أن يبعث بالنبوة والرسالة أي قبل أن يكلف بالنبوة والرسالة وتبليغ هذا الدين وهو دين الإسلام الذي هو خاتم الأديان كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ماذا الصدق والأمانة فانظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة أي من قبل الإسلام ومن قبل أن يأتي الإسلام بهذه الأخلاق كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين بالصادق الأمين لأنه كان يتحلى بالصدق والأمانة بالصدق ماذا؟ والأمانة نأتي الآن إلى زواجه صلى الله عليه وسلم تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد وعمره خمس وعشرون سنة وهي التي أنجبت أبناءه وابناته إلا إبراهيم فإنه من أمه ماريا القبطية فإذن أول زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة وأنجبت جميع الأبناء أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والإناث إلا إبراهيم نأتي الآن إلى أولاد النبي صلى الله عليه وسلم فللنبي صلى الله عليه وسلم سبعة أولاد ثلاثة أبناء وأربع بنات الأبناء القاسم وهو أول أولاده صلى الله عليه وسلم وبه كان يكنى فيقال له صلى الله عليه وسلم أبو القاسم كذلكم عبد الله وكان يلقب بالطيب والطاهر ومن إبراهيم نأتي الآن إلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب زينب وهي ماذا؟ كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم نأتي الآن إلى من أحسنتم رقية من بنات النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم أحسنتم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم و فاطمة كذلك من بنات النبي صلى الله عليه وسلم و هي أصغر بناته وأفضل بناته و من أحب البنات إلى النبي صلى الله عليه وسلم نأتي الآن إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم و نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى بالنبوة وعمره أربعون سنة كان أول ما أنزل الله تعالى عليه إخبارا بنبوته أول سورة اقرأ الآن سوف نستمع إلى هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نأتي الآن إلى أن الله سبحانه وتعالى أرسله بعد النبوة ماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس بشيرا ونذيرا فأنزل عليه أول سورة المدثر نستمع الآن لهذه الآيات يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ وَالْرُّجَزَ فَهْجُرْ نأتي الآن إلى أي شيء أندع النبي صلى الله عليه وسلم الناس في مكة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وينهاهم عن الشرك وستمر النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات يدعو الناس إلى التوحيد نأتي الآن إلى حادثة الإسراء والمعراج وفرض الصلاة بعد عشر سنوات من البعثة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم صعد به صلى الله عليه وسلم إلى السماء في السماء فرض الله عليه الصلوات الخمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث سنوات وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة المنورة نأتي الآن إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى في مكة ثلاثة عشرة سنة ثم هاجر إلى المدينة النبوية وفي الختام بارك الله فيكم هذا رابط الدرس بقناة عين بإمكانكم الرجوع إليه والاستفادة من المصادر والإثراءات المتوفرة على هذه المنصة التعليمية المتميزة والمتكاملة إلى الملتقى بإذن الله عز وجل في الحصة القادمة في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته